ناقشني ذات مرة ملحد هل تحب أن فقط قصة لأقول لك أنا الآن في عصر التكنولوجيا الرقمية أحد الملحدين أرسل لي اعتراضا على سورة الكهف ولبثوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قرأ على مواقع الملحدين هل يؤقل أن أناسا ينامون 309 سنوات ويستيقظون سبحان الله قلت لابد أن يكون هناك معجزة وراء هذا الرقم وبدأت بتأمل القصة يقول تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا انتهت القصة انظر لبثوا نهاية القصة رجعت إلى بداية القصة ووجدت نفس الكلمة تتكرر لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد أنظر نحن نقص عليك نبقهم أصبح لدينا في بداية القصة لبثوا وفي نهايتها لبثوا وفي فريقين يتنازعوا في عددهم قدين صحيح قمت بعد الكلمات من كلمة لبثوا الأولى إلى لبثوا الأخيرة وكانت مفاجأة حبذة لو نعرض لكي يكون كلامنا نعم هو بطيء هو الفيديو بطيء سيكون رقمها أستاذ سيد عليك بارك الله بك أنت بفطرتك النقية وبحسك الإيماني أدركت أنه لابد أن يكون هناك معجزة امشي شوية بقى بسرعة لو نسرع شوية بقى عشان نشوف وأن عدد هذه أخذ كلمة في لبثوا الأخيرة خالص ويبقوا 309 والمفاجأة انظر المفاجأة لبثوا 309 انظر المفاجأة فوق باللون الأزرق كلمة 300 رقمها كم؟ ياه 200 تسعة وعشرين ثلاثة 200 تسعة وعشرين ومئة تلتمية أيوة يعني 300 يكون لدينا 300 كلمة عندها 300 300 300 باللون الأزرق طيب بالله عليك هل يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا وازداد وتسعة وبعدين لحد قل الله أعلم بما لبسه 309 انتهت القصة ولله غيب السماء والأرض فنحن بعد أن نشرت هذا البحث رسلني أحد الملحدين وقال والله أخاطبك وعيوني تدمع أن هذه المعجزة كانت سببا في رجوع إلى طريق الحق ملحد آخر اعترض على قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم سيدنا عيسى خلق بمعجزة كما تعلم من غير أب وسيدنا آدم أب ولا أم دون أب والأم إذن كلاهما خلق بمعجزة والله تعالى ضرب هذا المثل في القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم هذه الآية لفتت انتباهي وقلت لابد أن يكون فيها معجزة أيضا ودائما نحن في عصر التكنولوجيا الرقمية اليوم والاتصالات الرقمية إذن لدينا تماثل في الخلق بين آدم وعيسى عليهما السلام فهل هناك تماثل في الأرقام قمت بعد تأمل معي نعم نقدر شوية تكرر اسم آدم عشرين مرة خمسة عشرين مرة خمسة عشرين مرة تكرر اسم عيسى خمسة عشرين مرة تمام في القرآن في القرآن كله نقدر اسم سيدنا آدم خمسة عشرين مرة واسم سيدنا عيسى خمسة عشرين مرة تماثل نعم هذا واحد اتنين اتنين يا جماعة انظر لا لا نفس اللوحة انظر على اليمين تكرار اسم آدم عليه السلام الآية السابعة حبذا لو يتم تكبيرها لو نكبر بس يا جماعة ولا ما عندي ناجي طيب مش مشكلة الآية السابعة هنا في ترتيب الصور تمام ما هي أرجو مثل عيسى عند الله كمثل آدم هذه في تكرار كلمات آدم طيب على اليسار مثل عيسى عند الله 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 كمثل آدم تأتي نفس الترتيب مع العلم أن الآيات مختلفة الآيات التي ذكر فيها آدم هذا هو كتاب الله يا أستاذنا الكريم اللي الناس بتقرأه كده بلسانها فقط يعني بدون التدبر وبدون التذكر وعشان كده أنا بنصح ناس كثيرة جدا مع شهر رمضان الناس بتختم الكرآن أكثر مرة أرجوكما جماعة فيه مصاحف كثيرة جدا فيها معاني الألفاظ لأنها بتزيد في مسألة التأمل والتذكر صحيح صحيح فضل الآن لماذا جاءت هذه الآية الرقم 7 هذا السؤال يطرحه أي إنسان هل هي مصادفة أم هناك نظام أرجو عرض اللوحة التالية فقط وأريدك أن تتأمل معي عدد حروف مثل عيسى هو سبعة أحرف عدد حروف عند الله هو سبعة أحرف عدد حروف كمثل آدم هو سبعة أحرف عدد حروف ثم قال له هو سبعة أحرف عدد حروف كن فيكون هو سبعة أحرف والعبارة إن على اليمين بالأسود إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كم كلمة سبعة كلمة ومجموعة الآيات التي ذكر فيها اسم عيسى واسم آدم كم هي؟ تسعة واربعين يعني سبعة في سبعة السماوات سبعة والأرض سبعة وعدد الأيام سبعة وعظم سبعة وكل ذرة من ذرات الكون سبع طبقات سبحان الله إذن نحن الرقم سبعة ده في الكرآن ده رقم له إسرار عظيمة جدا وأنا لدي موسوعة كبيرة عن الرقم سبعة يعني لتاريخ ميلاده في سبعة ده حقيقة كويسة إن شاء الله رقم مقدس فالمهم أن هذه الروائع الرقمية والإيمانية تدعو الإنسان لكي يتأمل هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن كان يجلس ويعد ويحصل أرقام؟ ده الناس إسا مكتشفها دلوقتي بعد السوبر كمبيوتر وين وين كده أكيد نحن نسهر ليالي ونجلس ونعد حتى نكتشف هذه الروائع أثار مشكلة كبيرة جدا حول خلق الجنين وربما سمعت بعض الملحدين في لقاءات هل تعلم اليوم الذي يأخذ فيه الجنين صورته البشرية وهو في رحم أمه؟ إنه الليلة الثانية والأربعين من عمر الجنين يتشكل فتحات تتشكل الأعين والأذن هنا نرى جنين عمره واحد وأربعين يوم هل ترى فيه أي علامات بشرية؟ لا طبعا لا يوجد حتى إنه يشبه جنين القط وجنين الفأر نعم انظر هذا هذا تقريبا عمره واحد وأربعون يوما الآن بعد اليوم الثاني والأربعين مباشرة يأخذ شكله البشري انظر هنا أصبح عمره أربع وأربعين يوم فقط يعني بعد يومين أو ثلاثة انظر الويد نهي الوجه وهذا موقع علمي يقول لك إن الجنين بعد ستة أسابيع اتنين وأربعين يوما كما ترى يأخذ شكله البشري وصورته البشرية وتتشكل فتحات الأذن هذه الصورة مقارنة نحن ما بين الجنين على اليسار واحد وأربعين يوم وعلى اليمين كم؟ أربع واربعين يوم انظر كم اختلف كثيرا فيقولون إن نهاية الأسبوع السادس أي اتنين وأربعين يوما هذا اليوم يتشكل صورته وأذني هل يمكن لإنسان عاقل أن يعتقد أن هناك بشر يستطيع أن يدرك هذه الحقيقة في القرن السابع الميلادي لمعنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح اذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة دقق على الرقم اه اتنين وأربعين بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها هل يوجد أعظم من هذا الخطاب النبوي؟ الآن أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها كان باب سبعة أبواب هذا في سورة الحجر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الجنة لونها أسود يقول أحمي على النار ألف سنة حتى أحمرت ثم أوقد عليها ألف سنة نعم نار جهنم حتى سود بيضت ثم أحمي عليها ألف سنة أو أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة إذن النار سوداء بينما الجنة يوم القيامة خضراء يلبس سياب خضر والفواكه والجنة طيب هل والجنة لها ثمانية أبواب دعنا نتأمل هنا ذكر اللون الأسود في القرآن كم مرة أرجو أن تقرأ ذكر اللون الأسود في القرآن سبع مرات بعدد أبواب النار الخيط الأبيض من الخيط الأسود يوم تبيض وجوه تسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم ظل وجوههم مسودا وهو كظيم وغرابيب سود وجوههم مسودة ظل وجوههم مسودا وهو كظيم ذكر اللون الأسود في القرآن سبع مرات بعدد أبواب النار الآن كم مرة ذكر اللون الأخضر اللوحة التالية لنتأمل تمام مرة فأخرجنا منه خضرا وسبع سنبلات خضرا وسبع سنبلات خضرا ويلبسونا ثيابا خضرا من سندس واستبرق فتسبح الأرض مخضرة جعل لكم من الشجر الأخضر نارا متكئين على ذخرف خضرا وعبقري وعبقري الحسان عليهم ثياب سندس خضرا واستبرق واستبرق طيب الآن الجنة لها ثمانية أبواب وذكر اللون الأخضر ثماني مرات بعدد أبواب الجنة في القرآن كله طبعا والنار لها سبعة أبواب وذكر اللون الأسود سبعة بعدد أبواب النار طيب كلمة أبواب كم مرة ذكرت بالقرآن خمستاشر كده ما شاء الله كيف عرفت لما سبعة وثمان نحن نتحدث هنا عن الألوان وليس عن الأبواب كلمة أبواب ذكرت في القرآن ليس اللونين اللون الأخضر ثماني مرات بعدد أبواب الجنة الجنة وسبعة مرات اللون الأسود عدد أبواب النار فلما يذكر أبواب في القرآن يبقى خمستاشر اللون الأخضر ثمانية واللون الأسود سبعة هنا لا يوجد أبواب هل قرأت كلمة أبواب؟ أبواب آيات ثانية غير هذه إذا قمت بعدد كلمة أبواب في القرآن تجدها خمستاشر بعدد أبواب الجنة وأبواب النار الآن لدينا حقيقة كم عدد السماوات سبعة؟ سبعة هل تدري كم ذكرت عبارة السماوات السبعة في القرآن؟ أنا أرد كثير كيف تتنبأ يعني؟ لا كثير من السبعة أكثر من سبعة أنا أقصد السماوات السبعة وسبعة السماوات آه يبقى سبعة أكيد طيب هذه اللوحة فسوهن سبعة سماوات وما هو بكل شيء عديم فثبح له السماوات السبعة والأرض كل من رب السماوات والسبعة سماوات والعرش العظيم فهن سبعة سماوات والله الذي خلق سبعة سماوات الذي خلق سبعة سماوات انتباقا لم تر كيف خلق الله الله ما شاء الله إذن السماوات هل النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول طبعا لو كان بشرا عاديا لم يكن في أي تناقض يعني أي حاجة بس لا ينطق عن الهواء وما هو إلا وحين يواء سأختم معك بلوحة جميلة جدا فضل الألوان كم هي ألوان الطيف الضوئي عدد الألوان سبعة كلمة ألوان كم مرة ذكرت في القرآن سبعة طيب تفضل وما بارع لكم في الأرض مختلف الألوان يخرجوا هنا شراب مختلف الألوان واختلاف ألبساتكم وألوانكم فأخوال النبي سماوات سبعة سبحانك يا رب ألوان الطيف الضوئي سبعة الآن لو تصفحت على الإنترنت تجد أن العلماء في وكالتنا سيقولون قاموا بأعظم عملية حاسوبية في التاريخ في القرن الحادي والعشرين لدراسة شكل توزع المجرات وشكل الكون لو نظرنا إليه من الخارج ما هو شكل الكون دعنا نرى ماذا وصل إليه العلماء هذا هو الكون هذا هو كوننا بس دول برضو عامدين أحيانا بشوف في الحاجات الغربية خلية السرطانية بيبقى مدينها نفس اللون البنفسي جدا صحيح لأن الخالق واحد بالفعل تصميم دماغ الإنسان يشبه النسيج الكوني ده الكون ده الكون بمجراته بقى كل نقطة مضيئة هي مجرات انظر في المركز آلاف المجرات في المركز في المركز اللي هو فيه إضاءة كبيرة ده وكل مجرة فيها أكثر من مئة ألف مليون نجم النقطة الصغيرة هنا ده يعني دي فيها مئة ألف نجم كل نقطة كل نقطة كل نقطة وهنا يوجد ملايين مجرات كما ترى تصطف على خيوط تشبه النسيج أنت قلت الآن نسيج يعني أنا أقول هل يمكن لإنسان عاقل أن يقول إنما وصل إليه علماء وكالة ناسا اليوم في القرن الحادي والعشرين تصوير الحاجات السوبر سوبر كومبيوتر السوبر كومبيوتر وغير ذلك القرآن العظيم يقول والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يخاطب المشككين يقول كلامكم غير صحيح مختلف متناقض يا من تنكرون الخالق عز وجل هذه السماء ذات حبك أي ذات نسيج محكم من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا النسيج يعني التطابق يا دكتور ما هو النفس هتتجند شوف أنت بتقول إيه وشوف العظم وشوف العلم وشوف الخلق وشوف المنطق وشوف الإبداع وشوف التقدم من القرن السابع الميلادي مش دا كان يخلينا سادة الدنيا في العلم والعالم كله يستفيد من علمنا شكرا للمتابق